الكهرباء الناس بتشتريها دايما في الدول اللي هم عايشين فيها بالعملة المحلية الكهرباء المحطات التوليد الكهرباء دايما بتبقى جايما بره وبالعملة الصعبة ولازم أسددها بالعملة الصعبة طبع حل إزاي الإشكالية دي ده ميس ماتش يعني بين الإيرادات بعملة والتكلفة بعملة أخر أه بس الكهرباء أساسية في الحياة دي بقى ما زودهاش بقى يعني مش لدراجة أني أصدر طب وانا لو صدرت خليني أسألك سؤال في الشكل بسيط ما انا لو صدرت مش هاخد برضو بالعملة الصعبة بس النسبة قد إيه وهتغطي قد إيه فالاستثمار في الكهرباء مهم ولكن بما نحتاج إليه مظبوط وليس بما هو فائد يفيد الكهرباء من السلع عندنا فيه نعيم من السلع في الإقصاد البرشب والجودز والكونسيوم بولز في حاجة أما تكليها كلتي التفاحة ما بقاش فيه تفاح أو جزرة بلاش التفاح عشان الناس ما تزعلش الكهرباء متقدرش تخزينيها فمفروض نقلق على الحكاية دي شوي الحوار الوطني حيقدم توصيات هل هذه التوصيات ملزمة للحكم؟ لا مش ملزمة لأن احنا بصراحة يعني لاحنا البرلمان ولاحنا يعني احنا ناس بنمثل الناس والمواطنين بشكل عام ومعنيين بالشأن مصلحة هذا البلد وعندنا بعض الأفكار هنطرح هذه الأفكار على طبعا السيد الرئيس والحكومة وعلى البرلمان لكن أيضا على الناس يعني احنا من الحاجات السمات الجيدة جدا من وجهة نظري في الحوار الوطني يعني سعيد بأن حد قرر أن الجلسات تبقى اعلانية لأن كلمة اعلانية أنك بتشريك كل الناس صحيح وده من خلال أن احنا بنناقش بعض في الآخر يمكن نطلع بحاجة قد تكون مفيدة ونرجو ذلك على كل حد